السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نعمل جولة على هم المعلومات اليوم المعلومات كثيرة لذلك رح نحاول نقدمها بشكل سريع ومختصر رح نبدأ من الفيضانات التي حدثت في شمال ألمانيا المدن المطلة على الأسزة بحر البلطيق بشكل خاص كان هناك ارتفاع في الموج وعواصف مطرية أدت أيضا إلى تقدم مياه البحر إلى الشواطئ يعني في المدن في العديد من المدن في شمال ألمانيا مدينة فلنسبوك بالذات غرقت يعني خاصة المنطقة الساحلية من المدينة بشكل واسع وكبير وكان قد تم الإعلان البريحة مساء عن حالة الطوارئ يعني في العديد من المناطق ولكن تم رفع الآن حالة الطوارئ في العديد من المناطق وبدأت أعمال التنظيف وأيضا إحصاء الخسائر بالملايين التي حدثت وغرق العديد من الشوارع في هذه المناطق في مدينة فلنسبوك تحديدا ولكن بدأت الآن أعمال التنظيف وبنفس الوقت تم رفع حالة الطوارئ عن العديد من المناطق نتقل إلى الموضوع التالي إضرابات واسعة في حركة القطارات أيضا في شمال ألمانيا خاصة الشركات التابعة لتخانس ديف بشكل خاصة تتأثر مدينة هانوفا أو تأثرت عاصمة مقاطعة نيدا زاكسن في حركة الإضراب التي دعت إليها نقابة العمال جي دي أل وستشمل حركة الإضراب سائقي القطارات العاملين في الصيانة في العديد من مناصب أيضا الشركات النقل شكل خاص شركة خانس ديف الأكثر تأثرا ستكون الأسبان في مدينة هانوفا توقفت حركة القطارات هذه تماما اليوم وسيستمر الإضراب حتى الساعة الثانية والنصف ومع ذلك من المتوقع حتى بعد هذه الساعة أن يكون هناك تأخير في القطارات بسبب الإضراب الذي حدث فالإضراب في العديد من المناطق في شمال ألمانيا ننتقل إلى الموضوع التالي معكس زودا رئيس وزراء مقاطعة باين ورئيس حزب الـ CSU دعا المستشار الألماني الآن إلى إلغاء التحالف الحكومي العامل كواليتيون وإخراج حزب الخضر وحزب الـ FDP المشارك في الحكم في ألمانيا وبدل من ذلك تشكيل حكومة وعي وطني يقصد به الأنيون أيضا مشاركة الأنيون يعني الـ CDU و CSU في التحالف لتشكيل كواليتيون شفنا آخر حكومة كانت في أحد المستشار الألمانية أنجيلا ماكل كانت بين أكبر حزبين وكان في خلافات كبيرة بيناتهم فحاولوا الآن يعني أحد الحزبين أنه يخرجوا أو يفكوا هالأرتباط شفنا الآن تحالف من ثلاثة أحزاب فوزر رئيس وزراء مقاطعة باين عبيتبر أن حزب الخضر بالذات هو يشكل عائق في وجه العديد من القرارات الوطنية الكبيرة التي يجب أن تتخذ بشكل خاص عشان كل واضحين فيما يتعلق بسياسة الهجرة الغير شرعية واللجوء إلى ألمانيا فلذلك الآن هو نوع من جس النبض أيضا وطلبنا المستشار حل الحكومة وإدخال حزب CSU يعني بدلا من الحزبين الآخرين لتشكيل تحالف كبير لاتخاذ قرارات كبيرة في ألمانيا بشكل مباشر رئيس وزراء مقاطعة باين يطالب بتحديد العداد الأشخاص الذين يتم إدماجهم في ألمانيا يعني الاندماج بمعنى التخفيف الهجرة الغير شرعية واللجوء إلى ألمانيا وأيضا حماية الحدود بشكل فعال بما فيها القدرة على عدم السماح بدخول الهجرة الغير شرعية عند الحدود الألمانية يعني بأن لا يسمح أصلا للأشخاص إذا تم كشفهم على الحدود الألمانية بالسماح إلى الدخول للأراضي الألمانية وكذلك طبعا للدول يعني التي هي عقامة مثلا الدول الآمنة وبشكل خاص يعني أيضا تخفيض المساعدات لطالبي اللجوء في ألمانيا والتحول إلى المساعدات كمان على إما العينية أو حتى البطاقة التي فيها رصيد يعني فقط بدل من الأموال بينما السكرتير الأول اللي هي الكتلة النيابية لحزب الـ CDO استغرب من هذا المطلب من الحزب الأخ يعني للـ CDO اللي هو الحزب الأصغر TSO في مقاطعة بيان من هذا الطلب واعتبر أن هذا السؤال ليس مطروحا الآن يعني إخراج حزبين الآن من الحكم وإدخال حزب ثالث إلى الحكم بشكل مباشر الآن الآن فكرة موضوعية سريعة هي مني الآن هو هذا الموضوع ليس بهذه السهولة هذه السهولة فإما أن يتم يعني طلب يعني طرح السقة على الحكومة الألمانية في البرلمان الألماني للتصويت على ذلك وهذا مستبعد الآن أو أن يقوم الرئيس الألماني فرانك بالتاشتايم بحل الحكومة والطلب من المساعدة الألمانية أولف شولتس مرة أخرى بتشكيل حكومة جديدة وبالتالي يمكن يدخل في هذه المرة التحالف مع حزب آخر مثلا مثل تشكيل تحالف كبير في الحكومة لاتخاذ القرارات الكبيرة في ألمانيا بدعم عريض من البرلمان الألماني المنتخب ولكن هذا مستبعد جدا لعدة أسباب منها أن ألمانيا من وجهة نظري قوة اقتصادية كبيرة لا يمكن أو لا يجب أن يكون هناك عدم استقرار سياسي في قوة اقتصادية كبيرة الرابع أقوى اقتصاد في العالم بهذا الشكل وبالتالي من المستبعد أن يتم ذلك يعني هو فقط مجرد رأي شخصي في الموضوع التالي المستشار الألماني هو فعلا أيضا مع تجديد الإجراءات على الهجرة الغير شرعية إلى ألمانيا بشكل خاص في أيضا تصريح صحفي لصحيفة الشبيغل في ألمانيا قال بشكل حرفي أنه أيضا يجب ترحيل قال المستشار الألماني يجب علينا ترحيل هؤلاء الذين ليس لديهم الحق بالبقاء في ألمانيا بشكل كبير إذن هو ليس يعني معارض حتى لتجديد الإجراءات هو مع تجديد الإجراءات ورحب بالعديد من الأشياء ومنها أيضا مثلا تحويل المساعدات المالية لطالبي اللي جاءوا إلى بطاقة مسبقة الدفع مثلا بشكل واضح وصريح المستشار الألماني أيضا قال يجب أن نرحل بشكل أكبر وبشكل أسرع وهو ليس سرا إذا شفنا نحن يعني عن الاتفاق الحكومي العقل الاتلاف الذي تم صياغته كان في نصه أيضا أو من ضمن الأشياء الموجودة فيه هو إعطاء فرصة ومجال للموجودين من زلزامة طويلة في ألماني وحميد صفة الدلدن بمنحهم إقامات أيضا تجربية ومن ناحية أخرى أيضا كان فيه رغبة أيضا بتسريال ترحيل من ألمانيا يعني أن يكون هناك أكثر تشددا لتنفيذ ما هو يجب أن تنفيذه حسب القوانين الألمانية بشكل عام في الجو السياسي في ألمانيا عابد تم اعتبار أنه حزب الخضر هو العائق أمام تجديد الإجراءات بشكل أكبر مما يراد له طبعا حزب الخضر معروف أيضا بأنه مناصر لحقوق الأجانب واللاجئين بشكل أكبر من الأحزاب الأخرى وموجود داخل اتلاف وعابد تعرض إلى ضغط كبير جدا وعابد تم اعتباره أنه هو المسؤول عن عدم اتخاذ القرارات القاسية جدا كما ترغب بها المعارضة ننتقل الآن للموضوع التالي بالنسبة لكل الأخوة الأزيديين اللي بتابعونا أيضا على هذه القناة دخول عدد من النشطاء الآن في إضراب عن الطعام أمام البرلمان الألماني احتجاجا على سياسة الحكومة الألمانية المتعلقة بعدم إعطاء الحماية الكافية أو تراجع منح الحماية لطالبي الحماية في ألمانيا من الأخوة الأزيديين بشكل خاص طبعا حسب الأرقام هي تراجع نسبة الحماية من 91.8% عام 2017 إلى 48.6% فقط في عام 2022 وهذا يعني أن العديد من طالبي الحماية في ألمانيا الأخوة الأزيديين لا يحصلون ربما على الحماية في طلبهم بالنتيجة قد يعني هذا أنه ربما يتم ترحيلهم وإن كان مستبعد ذلك الآن حاليا ولكن من حيث الفكرة هو عدم يطايم الحماية أيضا ورفض الحماية هو شيء مستغرب وبشكل خاص لأن البرلمان الألماني أعترفها في وقت سابق أن الأزيديين تعرضوا إلى الإبادة الجماعية بشكل خاص في العراق عام 2014 وخاصة أنهم تعرضوا للقتل والتهجير والاستعباد حتى بشكل واسع وكبير فالاستغراب الآن من سياسة الحكومة الألمانية اللي عم نشوفها الآن حتى تجاه الأخوة الأزيديين فلذلك فإنه أيضا هو في غايت أيضا أحد الأعضاء البارزين حزب الخضر وهو رئيس اللجنة الأوروبية في البرلمان الألماني الذي اعتبر أيضا يعني انتقد أيضا الحكومة على ذلك وأن الأخوة الأزيديين بحاجة إلى حماية وأنه لا يجب إرسالها مرة أخرى إلى المناطق التي هربوا منها طبعا هذا يشمل بشكل خاص لأخوة الأزيديين من العراق والسبب هو أن التبرير بذلك أن تراجع أيضا تراجع أيضا سيطرت أو يعني سيطرت نخي نقول داعش في العراق بشكل خاص أما بالنسبة للأزيديين من سوريا يزيد لأنه يتم اعتبار الأزيديين من سوريا ما يزالوا بحاجة إلى الحماية ننتقل الآن الموضوع التالي الآن صوت مدافع عن المسلمين في ألمانيا بعد المظاهرات الفلسطينية في ألمانيا التي يتم اعتبار أنه تم ارتكاب العديد من المخالفات فيها في ألمانيا لحد الآن يتم إحصاء حوالي ألف ومائة مخالفة تم تسجيلها في هذه المظاهرات ولكن رئيسة حزب الخضر غيكادا لانغ طلبت الآن عدم وضع كل المسلمين الآن تحت الاشتباه العام فقالت بمعنى أيضا أن لا يتم التحريط ضد المسلمين في ألمانيا بسبب بعض المخالفين ربما في المظاهرات ولكن بنفس الوقت طالبت أيضا بأن تقوم المنظمات الإسلامية في ألمانيا باتخاذ أو تحديد موقفها بشكل واضح أيضا من مواضيع مثل المعادات السامية سنكون بشكل واضح وصريح من قبل رئيسة حزب الخضر غيكادا لانغ بنفس الوقت المطالبة بأن يظهر المسلمين أيضا عدم رضاهم عن عنف أو أي عمال مخالفة للقوانين ننتقل إلى الموضوع التالي مجلس المقاطعات البونسغات وافق الآن صوت بشكل نهائي على رفع المساعدات الاجتماعية في ألمانيا قلنا بالمتوسط بحوالي 12% وهذا يعني ابتداء من واحد واحد عام 2024 سيتم رفع المساعدات الاجتماعية في ألمانيا لتتشمل الحاصلية على المساعدات الاجتماعية من الجوب سنتر وأيضا من الزوزيال أمت وحتى طالبي اللجوء الأزول بفابا نخطي المأزول بفابا لايسونس كزاتس أن يتم رفع المساعدات بحوالي 12% ستشمل الجميع هذه المرة وبنسبة كبيرة جدا التفاصيل شرحتها في فيديو سابق أنا عن نسبة الزيادة وهي الآن ما تم حتى إقرارها فشرحت بالتفاصيل حسب الفئة العمرية حسب متزوجين أو غير المتزوجين ما رح نرجع نذكر الأرقام ممكن العودة إلى الفيديو القديم ومعرفة التفاصيل وسيبدأ تطبيق ذلك ابتداء من بداية العام القادم النقطة الهمة جدا أن هذه الزيادة تشمل أيضا طالبي اللجوء في ألمانيا علما أن الحديث الآن بشكل واسع ومطالبة من المعارضة بشكل خاص حتى بتخفيض المساعدات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء في ألمانيا ولكن من حيث المبدأ يعني مش هنكون ما هو على أرض الواقع ما هو ساري المفعول الآن أنه ابتداء من بداية العام القادم سيتم رفع المساعدات حتى لطالبي اللجوء في ألمانيا في إطار الاهتمام الدبلوماسي الكبير أيضا لألمانيا ولعب دور كبير في منطقة الشوق الأوسط في الأحداث الجارية الآن شاهدنا زيارة المستشار الألماني أولاف شولز إلى المنطقة شاهدنا أيضا زيارة وزير الدفاع الألماني إلى المنطقة ووزيرة الخارجي الألماني أنا لينا بيابوك وفي مقابلة لها الآن قبل أول البارحة مع وزير الخارجي الأردني أيضا أعلنت عن تقديم مساعدة إضافية مباشرة من ألمانيا للفلسطينيين في غزة بقيمة 50 مليون يورو سيتم تقديمها لسلاسة منظمات إنسانية بشكل رئيسي هي الوان كيندا هيلفسباك أيضا منظمة حماية الطفل في الأمم المتحدة الأونيروا كذلك وأيضا البلاستينزا هيلفسباك التابع الأمم المتحدة سيتم تقديم المساعدات بقيمة 50 مليون لهذه المنظمات السلاسة المخصصة للفلسطينيين ننتقل إلى الموضوع التالي أقر أيضا الآن البرلمان الألماني البندستاك إضافة أو رفع الرسوم على الشاحنات في ألمانيا الموت بقيمة 200 يورو للطن الواحد المنبعث من الغاز ثاني أكسيد الكربون سيتم تطبيقها من المفترض ابتداء من 1 ديسمبا يعني 1-12 الآن 2023 وذلك أيضا لأن الشاحنة بشكل رئيسي تعمل كمان أعلم بيئة الديزل في إطار أيضا تشديد أيضا كمان أعلم يعني موضوع تشديد حماية المناخ والبيئة في ألمانيا أيضا ستشمل ابتداء من 1 يوليي 2014 1-6 2024 أيضا الزيادات على حتى الشاحنات سيتم تخفيض النسبة يعني أيضا فرض هذه الضرائب من الشاحنات التي كانت لحد الآن فوق 7.5 طون إلى تخفيض إلى 3.5 طون حتى يعني كل ما هو فوق 3.5 طون ما عدا أيضا السيارات التي تعمل يعني الحنت فيها بشكل خاص ولكن ستشمل يعني فئات أوسع من الشاحنات الآن لفرض الضرائب عليهم بشكل أكبر هذه الأموال المتوقع أن تجني الحكومة الألمانية من خلالها حوالي 30 مليار يورو سنويا سيتم تخصيصها بشكل خاص لتوسيع بناء الشبكات الخطوط الحديدية في ألمانيا وأيضا البنية التحتية للشوارع أيضا في ألمانيا بشكل واسع هيك بيكون عملنا بشكل مشترك جولة سريعة ومختصرة ومفيدة قدر الإمكان على أهم المعلومات حاولت أقدمكم إياها بشكل واضح ومحدد قدر الإمكان كالعادة تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا